النهاردة مناسبتين حلوين جدا 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 مناسبتين لازم نحتفل بيهم المناسبة الاولى ان النهاردة 31 مايو كل سنة وانتو طيبين اخر يوم في شهر مايو النهاردة اخر يوم حنقول في شهر مايو اللي قعد معانا قد ما قعد وطول قد ما طول وغلس على قد ما غلس وبوخ اوى 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 كمال خصوصا في موضوع الفلوس يعني فلوسه كلها خلصت واستلفنا على فلوسه والحمد لله على كل شيء فاوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ربنا الديني يوديكم بكرة العمر بازد الله بكرة هنقول يونيو واللي بيقبض اول الشهر يتطمن ان بكرة ان شاء الله يوم جديد وشهر جديد وقبض جديد ومرتب جديد النهاردة المناسبة التانية وهي مناسبة عزيزة علي جدا 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 عشان كده اسمحولي ان انا ابدأ البرنامج بتهنئة نفسي كل سنة وانا طيب كل سنة وانت طيب يا طمور كل سنة وانت جميل ومنور ومتقلق يا رب كل سنة وانت سعيد كل سنة وانت متهني كل سنة وانت ربنا منعم عليك بالستر والصحة والرضا يا رب انا وكل اللي زي انا وكل الاعلاميين انا وكل المذيعين وكل من يعمل في هذا المجال اللي عيده النهاردة 31 مايو من كل عام هو عيد الاعلاميين اللي تم اختياره بناء على عيد الاذاعة المصرية اللي انطلقت في مثل هذا اليوم 31 مايو سنة 1934 1934 متخيلين عراقة وحضارة وقدم وريادة الاذاعة المصرية 31 مايو 934 ده يعني من حوالي 89 سنة 89 سنة بسم الله مشاء الله يعني قرابة 90 سنة اذاعة رقم اكبر من تاريخ دول مع كل الاحترام لكل الدول بس احنا هنا بنتكلم ارقام وحقائق مش انحياز عمر الاذاعة المصرية بس اكبر من اذاعات بعض الدول لا عمر الاذاعة المصرية لوحده اكبر بكتير من عمر بعض الدول من تأسيس بعض الدول من كيان بعض الدول اللي موجودة في هذا العالم عشان الناس اللي عايزة تعرف فن مصر واعلام مصر والقوى النعيمة بتاعت مصر عاملة ازاي تعرفها من تاريخ اذاعتها ثم بعد ذلك انطلاق التلفزيون في عام 1960 ثم بعد ذلك انطلاق القمر الصناعي المصري ومدينة الانتاج الاعلامي المصرية ودخول مصر العالم الفضائي كاول يعني لو ما تيجي تحط حاجة لها علاقة بالاعلام هتحط كلمة مصر وجنبها على طول كلمة اول اول من انشأ الاذاء في الوطن العربي والشرق الاوسط مصر اول من انشأ التلفزيون في الوطن العربي والشرق الاوسط مصر اول من عمل مدينة للانتاج الاعلامي بسينماهات ومناطق تصوير مفتوحة واستوديوهات ومجمع الاستوديوهات وخدمات ومنية تحتية وكذا مصر اول من اطلق قمر صناعي مصر اول من دخل عالم الفضاء مصر هذا تاريخ ممكن يكون الحاضر الاخرين سبقوا فيه وعملوا فيه نجاحات ممتازة وبقوا معنا ويمكن في البعض يتقدم علينا وما فيش مشكلة بس ده مش معناه ان احنا ننسى تاريخنا او نلغي او نمسحه لانه دايما شاهد على حضارة وعراقة هذا الوطن ومذكر ودافع لنا على اننا نقدر مذكر ودافع دايما لقدام على اننا نقدر اذا كان اجدادنا اللي عملوا كده في ظل امكانيات بسيطة جدا جدا في بداية القرن العشرين وغزوا العالم وسبقوا العالم بهذا الفن وهذا الاعلام اعتقد الاجالة الجديدة اللي متوفر لها كل السبل والامكانيات والتكنولوجيا مالهاش حجة بس نشتغل ونؤمن بقدراتنا ونؤمن بنفسنا ونؤمن ببلدنا وقيمة بلدنا وانها تستاهل مننا كتير ساعتها حنتحط في المكانة اللي احنا نستاهلها واللي الشعب ده يستحقها وهي بالتأكيد افضل من الوضع الحالي عشرات المرات كل سنة والاذاعة المصرية بخير وكل سنة والعاملين في الاذاعة المصرية بخير وكل سنة وما سبيرو هذا المبنى العملاق التاريخي بخير شاء من شاء وابا من ابا وما سبيرو عملاق وكبير وانا تعلمت ان الكبار يمرضون ولا يموتون اه ما سبيرو دخل في فترة مرض ربما هو لسه فيه جزء من التعافي منها لكن ما عنديش ادنى شكل بانه بشوية اهتمام وشوية دعم وشوية خدمة خدمة من ابناء ما سبيرو للمكان اللي تربوا فيه وفضل ما سبيرو ده عليهم ما سبيرو ده حيرجع عملاق الاعلام في الوطن العربي كل المقاومات اللي موجودة فيه مش موجودة في اي حتة تانية في العالم اللي مكسرت دنيا اعلام ودوضاء لكن فقط ارادة سياسية تتوفر ودعم وامكانيات ونية صادقة من ابناء ما سبيرو لخدمة مبناهم واعلاء قمته من جديد ما سبيرو هيعود وحش وعملاق الاعلام العربي ويمكن العالمي كمان كل سنة ومن ينتمي لهذه المهنة اللي انا بتشرف بالانتماء اليها بخير وخدوا بالك هذه مهنة ليست كمجرد باقي المهن مهنة الاعلام رسالة قبل ان تكون مهنة وانا دايما بقول انه هذه المهنة حسابها عسير حسابها عسير عند رب الكون سبحانه وتعالى ليه على رأيي كده حمو بيك في الاغنية بتاعته رب الكون ميزنا بميزة هو فعلا رب الكون ميزنا بميزة نحن الاعلاميين ايه بقى الميزة انه جعل لنا لسان وجعل لهذا اللسان تأثير عند الناس فاول ما سنساءل عليه ونحسب عليه يوم القيامة هذا اللسان وهذا التأثير الذي اعطيت لك سيقول يعني وله المثل الاعلى رب العزة هذا المثل هذا اللسان وهذا التأثير وهذا المكان الذي اعطيت لك ماذا فعلت به وكيف نفعت الناس وكيف افت الناس وكيف اصلحت من حال البلاد وكيف التزمت الحق وحت عن الباطل سؤال صعب وامتحان عسير عشان كده اي حد بيقعد على الكرسي ده انا بأشفق على كتير من الناس اللي مش عارفين قيمة هذا الكرسي كرسي المذيع او مش عاملين حساب ليوم السؤال وما اصعبه من سؤال وما اصعبه من يوم كل سنة والاعلام المصري بخير كل سنة والاعلام المصري مسؤول وكل سنة والاعلام المصري قوة دفع هائلة في تقدم هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر